موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي سؤال يسأل ايه هو اهمية الستاندرد اهمية الستاندرد الناس اللي عامة الستاندرد دي اخدت خبرة كبيرة جدا وعندها خبرة فهي بتلخصلك المضوع بدل ما تاخد طريق واحد وتجرب وطريق اثنين وطريق اثنين وطريق اثنين وطريق اثنين وطريق اثنين فهي يقول لك احنا جربنا وافضل الطريق هو رقم واحد فتقدر تمشي في الطريق ده وتتصل الى انت عايزة ثاني حاجة ان كلكم تشغلين على نفس الفكر ونفس الرأي ونفس الحاجات ديه يعني طريق تسمية الملفات منكم واحد يقول لي انا اول حاجة ابدأ بها هي ماتل غير نفس التلمي هكتب 3 حروف من اسمي ثاني يقول ليك لا انا ف方面 تعني تقلي طريق تسمية الملفات في تلكلقة دي تمشي ق drawing لانك اثنين قدم اثنين اثنين قدم شركة وتضيف الحروف الثانيين اسم الناس اللي عمل الموديل وبعد شرطة وتحط مثلا الديسبلين فتبقى اول ما تشوف الملف خلاص عنك تعودت تفهم ان واحدة من دول اسم المشروع وانا واحدة فيهم اسم الشركة وانا واحدة فيهم اسم الديسبلين فبيكون سهل جدا عليك ان انت تختار او تفتح اللوحة اللي انت عايزها دي مدمح فوائد بتاعة الستاندرد فيه فوائد تاني كتير جدا ان لو اكتر من شركة وكل شركة فيهم مشغلها مزاجها لا بنوحد الشغل بنا وبين بعض بنوحد الافكار بنوحد المصطلحات بدل ما واحد يقول حاجة والتاني يقول لا احنا عزينا حاجة تانية وفي الاخر تشوف نريد نفس الحاجة فهم بيوحدوا المصطلحات ويوحدوا الالفاظ ويوحدوا الكلام اللي هيتقال بحيس ان ما حصلش اي لغباط خاص فالستاندرد بتسهل علينا الشغل ويعني في الاول ما تكون رخمة شوية لانك مش تعود عليها بس انما تعود عليها بتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط